السلام عليكم. معكم محمد العلوي. كاتب أقليمي بأقليم سيد سليمان لحزب النهضة الذي الرمز هو الديك. اليوم تنصططف سيد الأمير العام سيد ساعد غنيوي. اللي تنجد الترحب به وتنرحب به في العالم في فاتكال. وتنصططفه بسفتنا ككاتب أقليمي على حسب باش ناخده منه بعض النوقات اللي يزيدي واضحها هالينا اللي ناخده بها الغمار السياسية ديال 2021 إن شاء الله. من بين النوقات ساعد غنيوي اللي نتمنى أنك توضحهم لنا هي أننا كساكنة منطقة الغربة ومنطقة بني حسن خصوصا مدينة سيد سليمان. نحن كشباب نشكركم اللي يعطينا التقيق وزكيتونا وقدرنا المؤتمر الإقليمي وتختارين ككاتب إقليمي لمدينة سيد سليمان. نحن نعرفوا هذه الأختيارات اللي كانوا ديالكم كيف تزعمها جوه وكاكاتيب باطيين أم عندهم واحد البرنامج مسبق باش تتمشي القيادة ديالكم. نحن ان ساعد في ساعة المكاتب؟ نعم. ساعد الساعد الوطني. لا، شيء كما يزبع زمال الصعيد الوطني خاصة في هذه المرحلة هذه المرحلة من ساعة الشهور كانت واحدة حركية داخل حزب المهضاء حركية كبيرة أنا أقول لك شيء مجزب في واحد الروح متأسيد جميع المناظرات والمناظرات ونحن نرى في النهار الذي تأسس التعقد المؤتمر الإقليمي سيسليمان فالصلاق إلينا نتعقد المؤتمر الإقليمي وننتقى تنجى وننتقى التعقد المؤتمر الإقليمي وننتقى التوريط وننتقى وجدة وداخل المؤتمر جدا إذا نرى الصورة الصورة متى كاملة تم احصلت كاملة ونقوم بقومة وانتقوم بقومة شباب وانتقوم بفئة عمرية هي مسيطرة على هذا المكاتب و هذا ليس جاهي صدفة وإنما استراتيجية وضعها الخزب على أساس اليوم تنقل بأن واحد فئة شابة هي الدينة مداخلة للجميع كما قلنا بالقوة والدفاع حتى تدخل السياسة و تدخل العمل السياسي جد لا يوجد هذه المرحلة التي تستغل فيها الشباب في انتخابات أو لا في السياسة تستغل الشباب في انتخابات لذلك نرى أن هناك مجموعة و تستغل في هذا الشباب لأن الشباب يجب أن يكون فاعل يجب أن يدخل الغمار السياسة و انتخابات أنا أكيد فعلا واحد فئة منذ استقلال اليوم واحدة فئة معينة هي التي تمتلكها بشكل كبير داخل المؤسسات المنتخدمة في هذا العين و بطبيعة الحال هذه الفئة من نسبة لك التي تكون ممتعة رأى أوتوماتيك مو ستدافع على المصالح لفئة إذا كانوا الرجال الأعمال ستدافعوا المصالح لفئة داخل المؤسسات المنتخبة سواء على المستوى مجلس النواب أو داخل الجماعة الترابية فكون أكيد أنه ستدافع على المصالح لفئة العمرية التي تنتمي له ممتع شكرا أستاذ و سأبدأ معكم واحد النقطة التي تنتشرت لها كيف تتلاحظ أن إقليم سيد اسليما ستأخذ الغمار للانتخابة الجماعية والجهة والبرلمانية التوقعات التي تتعرف من طاقة الإقليم سيد اسليما تتعرف أحد الأحزاب المسيطرة على الساحة السياسية حاليا وفي الماضي وتتعرف نوعا ما ريع سياسي كما تقوله كيف ستدافعوا المناطقين لكم في هذا الإقليم؟ أولا المناطقين سيكون جزء من التركيب اليوم يحتاجون الإخوة في جميع المناطق تنشغلوا معهم تبقى المهام الموكولة للحزب مثلا إخوان تعاني ومشاكي تعاني وضغوطات سيكون ثقا أولا لا القيادة الحزب ولا المناطقين على الصعيد الوطني سيكونوا حاضرين مع جميع الإخوان التي تعاني وضغوطات في واحدة منطقة سيكون منطرهم منتخابون أو أحزاب سياسية والشيء عندما تتقرب الانتخابات بعد السلوكيات تمارس داخل المشهد الحزبي بعض الفوضاء تتوقع الكثير من الأمور وخاصة كما تقول المناطقين من المشهد منطقة منطقة متوسطة وطبقة فقيرة ممكن تمارس دغوطات وبالتالي اليوم تنسيق أن هذه الدغوطات غير قانونية تمارس نحن لا يوجد مشكلة لأن كل شيء مغربة تدفع المشروع لك كذلك هذا طموح بالنسبة لنا وحق من المناطقين لأنهم يكونوا حضرين في انتخابات ويدافعوا الحضور من النجاح ولكن التنفذ الأساسي أن داخل الخزب جميع المناطقين تنتعب بأخلاق عالية وبالتالي لا تسمح لأن نرى بعض الأعمال التي ترى في مجموعة الأحزاب نرى أعمال خبيثة تكون داخل مجموعة الناس التي ترشع الأحزاب لأن الهدف هو بناء البلادنا وهدف هو خدمة الواطن وهذا هو الهدف الأسماء أما الوصول إلى السلطة فهو إلا واحدة استموية لكي نحق هذه المصالح المغاربة هذا هو الهدف بالنسبة لي الهدف ليس هو وصول إلى السلطة في الفرنسية دائما أقول كل هذه الكلام كانت بوليسيكي أو بوليسيكي اليوم كانت تغاتل بوليسيكي أو السعي البحث عن السلطة كل شيء وإنه نبحث عن السلطة أو نريد أن نصل إلى السلطة بالتالي أريد أن نصل إلى أي طريقة أعمال منافية للقانون لكي نصل إلى السلطة نحن نقول لا يجب أن نهتم إلى السلطة نحن نهتم إلى السلطة وإذا نهتم إلى السلطة سوف يكون الهدف لأنه حلوة مشاكل التي تتعاني من المغاربة إذا نحن الحزب نشغل مع الإخوان أو أي حاجة تخرج نساعد داخل الحزب لدينا محام الحزب نتبع الإجراءات القانونية لدينا منادي نحن نساعد لنزل لعمل إخوان ولكن بشكل الجانب الأخلاقي والجانب القانوني أعمل هذا شيء كامل الذي نسمعه جيد لدينا حاليا أن الحزب النهضة أنه استسمى كاتب إقليمي لخوض الغيم مع الإنتخاب 2020 ما تتوضح السيد الأمير العين في هذه النقطة التي تريد أن تعرفها المواطن المغرب هذا السؤال محل تعقدم جموعة من المؤتمرات الإقليمية والجيوية في هذه المرحلة أولا السبب الرئيسي على عقد المؤتمرات هو أن المؤتمر الوطني للحزب سيكون مباشرة في 8 شهور أو مباشرة من المؤتمرات وهو تظهر أن الحزب الوحيد في هذه المرحلة الذي تعقد معتمراته لا يوجد حزب لا يوجد حزب لا يوجد حزب ولا يجد حزب أكثر لا يوجد حزب لقاء التواصل ووضع تسكيات هنا تسكيات لا يوجد حزب تنهيك مناطق هذه الحركة التي تعرفها المغرب على بودة الشراء من الانتخابات خلتنا أننا نهيك الخزب والدار ومؤتمرات ومشي معتمرات سوريا بمجرد لا يوجد حزب تقريبا إلى 5 سنة لتعقد المؤتمر الإقليمي عن طنجار الأخوان جمعوا وضعوا وضعوا لا يوجد حزب لا يوجد حزب المؤتمر للصورة والسلام وكذلك المؤتمر الإقليمي في الخميسات وضعوا دوسير السلطة فعلا الهدف هو الهدف هو الانتخابات لا يوجد حزب المؤتمر وضعوا الأخوان والمزكيين 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 وضعوا القانون التنظيم الحزب السياسي يكون مكاتب جهوية كتابة جهوية وكتابة إقليمية وكذلك مكاتب فورو اليوم سنجد خلال هذه المؤتمرات المؤتمر الوطني الذي سيتعقد في 2022 شكرا شكرا تعطينا رأيك في القاسم الانتخابي مؤخرا في مجلس النور لكن ما تعرفوا بالنسبة للقاسم الانتخابي هو معدل توزيع المقاعد بالنسبة للقاسم الانتخابي وقع الإيجادة ونقاش كبير في حين أنا موجهة نظري تفتح المجال أعداد من الأحزاب السياسية التي فاعلها مجادة من المجلس النواب ولكن لأسف لا يوجد مجلس النواب فأنا أعتقد أن هذا القاسم الانتخابي على عهد المسجدين هذا يعطي فرصة لمجموعة تنظيمات سياسية الفاعلة لتكون حضرة في المؤسسات المنتخبات خاصة في مجلس النواب وتقدم هذه المشروع المجتمعي التي تحاول تشغل أن ينضح الحزب من خلال الأرشيطة من خلال مهرجات ومن خلال المؤسسات ستدافع المشروع المجتمعي التي لدينا مجموعة الأفكار وممكن هذه الأفكار التي كانت كحزب سياسي بدأ كحزب وتنقل بأن هذا القاسم الانتخابي على عدد المسجدين وكذلك العتابة ملقات ونحن كنا مصباقين منذ 2007 ونحن نطلب العتابة التحيير سيكون لدينا حضور داخل المؤسسة التشريعية سندافع المشروع المجتمعي من داخل المؤسسات السورية هذا من داخل المجلسة النور إذن نسبة القاسم الانتخابي هو فرصة تتعطى التنظيمات التي لديها إمكانية كبيرة وفرصة لتتحد من هذه الهيما التي تتعطى برصة كبيرة من داخل المؤسسات دائرة انتخابية لائحة مثلا فيها 5 مقاعد حيث يأتي ثلاثة لأن تتبلي غير موضوعيا أنا صراحة الشهدي تفتحت معك على الحوار أتمنى أن نضيف هذا السؤال ما رأيك في التحالفات القبلي للأحزاب السياسية التي تكون قبل البداية الإنتخابات صراحة هذا السؤال مهم التحالفات في المنطقة في المنطقة تكون تحالفات أولا تصراع توجهات تصراع مجموعة تنظيمات السياسية لدينا توجه وتكون تحالفات وفي المغرب تصراكين أقديمة وليس جديدة منذ الاستقلاء بحل أحزاب الكوتلاء تحالف لكن مع الأسف هذا النوع التحالفات لا نشهد لماذا؟ لأن تغيط النوع التحالفات ومن ثم نتائج نتخابات وبالتالي تتولي هذا النوع التحالفات مصلحة للتنظيمات سأكون ممتاز داخل الحكومة وبالتالي لا تهمني المشروع الفكري ورش الطرفية التي تؤسست في هذه الحكومة يعني نعلم التوافقات التي تدارت تدار تدار على عدد المناصب التي تأخذ كل حزب وبالتالي هذه التحالفات البعدية بعد النتائج دائما تكون مضادة بالعمل الحكومي نحن نطمحون أن يكونوا تحالفات يعني الأرضية الأساسية هو نفس التوجه الفكري لا يوجد حكومة فيها اليساري وفيها المحافظ وفيها الليبرالي وبالتالي ستكون هذه التحالفات وهذه التوافقات لا يمكن أن يعطي إلا الحد الأدنى من نتائج نتمنى ويكون سؤال إن شاء الله هو الأخير ما رأيك في الحكومة الحالية حكومة دون المستوى الرهانات هذه الحكومة حكومة دون المستوى الرهانات وكان كما قلت لك من هدرس البطرفية السيجية منذ انتخابات ساعة 2016 كانت قنابي أن هذه الحكومة لا تساعد الدور الكبير فيها كما قلت لك تشكيل الحكومة منذ البداية كانت تنقل من الخيمة لا تخرج عوج بلوكاج تشكيل الحكومة وبعداد تشكيل الحكومة وبعداد المناصب كل حزب ومثل ومثل خمس سنين كانت وزنها عطلنا من سبيل هذه الحكومة عطلت الصرعة التي كان ممكن سنذهب بصرعة أكثر إلا فعلا كانت تأسيس الحكومة تيراعي كما قلنا توجهت الفكرية من الأحزاب السياسية مبنية على برامج واليوم نرى الحاصيل من الحكومة والخطر الذي نقول بعد مرات أن الحكومة تتخرج القانون ومثل تتخرج القانون يسمح هذه النقطة ومثل نرى من خلال حاصيلة رغم ضرورة الجائحة نسبة الفقر نزلت في المغرب وأن عدد الفقارة الساد المريض ونسبة عدد المريض في حين الحكومة تتبجح في القانون المالية بأن عدد المسافدين من المساعدة الطبية الرامد هو 16 مليون وصن اليوم هنا نرى السكيزوفرينة في الخطاب الخطاب الرسمي الحكومة 16 مليون يسترد مرامد إذا 16 مليون فقر وفي خطاب رسمي ستقول الحكومة بأن الساد المليون فقر هنا نقول الفايل السياسي مع أي موقع هي صادق الأقوى والأفعال هذا مطال لا تطلب الإنسان المغربي المغربي هي الأقوى والفعل يكون بحال بحال المغربي يجب 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 لا يجب فقر الخطاب يجب 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 الزمان المواطن اليوم هذه المحطة محطة محورية في تاريخ بلدنا محطة محطة محورية لأن بلدنا في المستقبل كانت مجموعة التحديات والرهانات التي ستتوجهها وبالتالي من خيرات دياركم في هذه المرحلة الانتخابات وتصوير دياركم وبقناعتكم عن الناس النزهاء والشرفاء ممكن نرفع هذه التحديات التي ستوجهنا قبل هناك تنزيل المزاق لنزل الجهوية المساعة أو تسطى الجهات السلطات المساعة هناك تقرير عام للجناة النموذج التنموذج مجموعة مهمة لتقرير الحكومة المقبلة وضع الآليات لتنزيل التقرير ونحن نجد السعادة لأننا عدد المقترحات التي قدمناها في المذكرة والعرض التي قدمناها للجنة النموذج النموذج التنموذج تنموذج لتنموذج ونحن نجد كما تقول هذه الدار اليوم المجموذج في الدار لتنموذج المقدمة في الدار ونشاء الله نتمنى التوفيق ونتمنى أن الحزب يكون مؤتير ومستقبل شكرا سيد سعد ونشكر بصفتي الكاتب الإقليمي لحزب ونضرب موعد داخل الإقليم شكرا شكرا أهل وسر شكرا لا تنسى تشارك في القناة وتفعل جرس لكي تكون جديد من جدد العالم 24